أهلا بكم من جديد مشاهدين في آخر محطاتنا في هذا الصباح مع اقتراب موعد فصل الشتاء بدأت الحملات التطوئية الشبابية بجمع التبرؤات من الملابس والإحرامات الشتوية وكل ما يلزم من مستلزمات الشتاء ومنها حملة فكر بغيرك التي بدأت نشاطاتها منذ ستة سنوات اليوم نتعرف على أكثر النشاطات لهذه الحملة لهذا العام مع المتطوعة في الحملة جيدة فوقها إسعد صباحك صباح الخير يعني بداية لو تحدثينا عن حملة الفكرة الفكرة بحد ذاتها هي عبارة عن إيطاء المحتاجين الملابس والإحرامات وغيرها من مستلزمات الشتاء بداية بلشنا في عام 2012 إحنا طبعا مش مدعمين من حدا إحنا شلت السحاب مع بعض جمعنا وبلشنا هذه الحملة إلى جهتين هدفين أول شيء نشجع الشباب أن يفيدوا المجتمع ونقرر الفجوة اللي بين الشباب وبمختلف الأعمار بتلاقي موظفين بتطوعوا طلاب جانعات طلاب مدارس وبنفس الوقت إننا نساعد العائلات الأقل حظا في المجتمع لنا فعنا تات حملات أساسية حملة رمضان وعيد الأطحى والحملة الشتوية لي هلا إحنا منشجع الناس من يتبرعوا بالملابس الجيدة جدا والممتازة أو الجديدة طبعا إحنا كم تطوعين نفرزها ونرتبها كأنها محل أواعي ومندرن على العائلات ويجوا بشوفوا ما يناسبهم وما يحتاجوا وبيأخذوا منها طبعا برضا سلات غذائية حرامات الشتوية زي ما حكيت حضرتك وفي حملة ثانية مدار السنة اللي هي مثلا تأتيت البيت المستورة ع بداية المدارس منوزع الحقائب والقرطاسية طبعا بالمدارس منروح القرى المجاورة منذها المدارس من المشاطات ومنشطات الأيتام ومنزور بيوت المسنين وإن شاء الله الخير مستمر إن شاء الله دائما في وجود الشباب اللي عنده دائما الخير عفوا رح يظل موجود خلينا نحكي عن أنتو لكم ست سنوات في هاي الحملة شو اللي الجديد؟ شو اللي الجديد؟ شو اللي الجديد؟ احنا اول شي هي طورت يعني اول مثلا اول سنة كانت بس قائمة على الحملات سيما حكيت لك حملات العيد الأطحى وعيد الفطر بعدين مثلا توسعنا شوي سننا نعمل زيارات بيت المسنين زي ما حكيت بعدين سننا نحكي طب ليما مثلا نروح قرى مجاورة نشوف الكرة يعني محيط المحافظات نعم يعني خلينا نحكي كمان هاي الحملة خلال الست سنوات اكيد واجهته كمان صعوبات صح ليس اكيد اي حدا بمرء بتجربة زي هيك ممكن انه يمر بصعوبات وعينة صحيح اكتر الصعبات صراحة بنكون نواجهها انه مرات انه احنا ما عندنا مكان بما انه احنا ناس مش مدعومين معنا مكان نوفر فيه انه ما في مثلا الحملات هاي قاعة بصعوبة مرة نلاقي وكمان مخازن انه في عنا مثلا بعد الحملة بصفي انه في كمية اواعي من الخزن خلال الحملات الجاي فعينة صعوبة انه نلاقي مخزن معين نعم يعني كديش مهم انت ذكرت خلال حديثك يعني انه احنا منستقبل الملابس او الحرامات الجيدة جدا والممتازة لانه في عنا فكر للأسف الشيء المابيد نيال ممكن المشفوط التالف او الخوان هو منتبرقه للأسف ولكن هاي الناس تستحق منا انه قدم لهم الشيء الجيد خلينا نحكي يعني زي ما ذكرت فيه صعوبات كثير يعني ما لا كتبها ست سنين حدا ممكن يأمن لكم المركز اللي يقويكم حتى جمعوا فيه المستلزمات اللي انتو بتعملوها صحيح هلأ فيه طبعا اهل الخير كتار بس طبعا هاي بتطفي فترات معينة تيجي فترة انه مثلا فيه صعوبة معينة الحمدلله دايما ربنا بيسرنا اهل الخير اللي يوفروا لنا هاي زي ما عم منشوف حاليا بالصور الناس اللي عم تتبرى وعم بتجيب الاغراض اللازمة يعني ما واجهتوا خلينا نحكي مع الناس مشاكل انه الناس اللي بتجيب تبرع بثقافة التبرع كيف انها زي ما حكينا انه ممكن يتبرع باشياء ممكن لا تصلح انك تعطيها لأي انسان فبالتالي كيف تتصرفوا بهاي الحالة طبعا واجهنا هذه الحالة كتير الحالات كتير انه عندنا زي ما انت حكيت الناس انتو مفو مخاطئ مرة ان شغلات ما بدهم اياها تمرت تكون شغلات ابدا مش صالحة اللي بس بتبرعوا فيها بنحاول نوعي بنحاول نوعي ناس من خلال صفحاتنا على السوشال ميديا انه دايما بس التبرع بالأواعي اللي حالتها ممتازة وجيدة جدا لانه بالاخر احنا ناطي زي ما احنا بنلبس زي ما بنقبل ع حالنا بدنا يعني ناطي للناس التاني يعني هون لازم يكون في ثقة بين الاشخاص اللي عم بيتم التبرع لإلهم من خلالهم حتى تعطوهم للناس المحتاجة قديش مهمة الثقة بهذا المكان وشو اللي بميزكم عن غيركم مكمنكم انتو الكثير من هذا النوع من الحملات التطوعية الموجودة للتبرع موجودة شو المميز عندكم بميزنا احنا اول اشي زي ما حكيت لك انه احنا ناس هيك اجينا من كل مكان مختلفين موظفين طلاب مدارس اجناس وعمار مختلفة وإلنا ست سنين معنا اي داعم بالمرة وبحكي يعني ازي ما حكيت احنا بلشنا بشغلة الحملات وكل مرة بنتوسع كل مرة بنتطور وهذا هو يعني جيدة خلينا نحكي انه انتو تقريبا قبل عشر تيام بلشتوا بتجميع تبرعات للحملة الشتوية في النادي الارثودوكسي يعني من منبرنا هون من من تلفزيون الفلسطينية منوجه كل يعني الدعم لكم وكمان منطلب من كل الناس اللي بدها تتبرع وحبا انها تتبرع في فصل الشتاء للعائلات المسطورة زي ما حكينا كيف ممكن انهم يتواصلوا معكم كيف بقدروا يتبرعوا وين يجوكم كل هاي التفاصيل جيدة لو تخبرين طبعا انا صفحة رئيسية هي على الفيسبوك اسمها فكر بغيرك مجرد ما تحطه فطلعكم الصفحة اول اشي واي استفسارات تساؤلات وين المكان ممكن يبعته هناك وعنا كمان على الصفحة ارقام طريفونات قدروا يرنوا عليها ويتواصلوا معنا طبعا احنا هلا خلصنا استخبال تبرعات لبنان الارثودوكسي الارثودوكسي وحاليا عم نستخبال العائلات وعم نوفرهم احتياجاتهم طبعا بتشوفوا الناس اللي عم تستلقي التبرعات عم بتاخد هاي التبرعات بتشوف عندها يعني نظرة انه نظرة حزن او نظرة انه ما بدنا الناس تشفق علينا فنحنا عم بياخدوها بحساسية شوي ولا لا عم بتتقبلوا الموضوع في هيك وهيك بأذر احكي في ناس تحس انه عندهم شوي حساسية موضوع في ناس شوي ممكن مع الكتر الاوضاع اللي بيشوفوها يعني متقبلين الموضوع اكتر شوي بس طبعا احنا بنحاول ما نحسسهم باي اشي وهذا الهدف من انه احنا ما منروح ممدينهم عالبيت احنا بنجيبهم عنا كأنهم حال اواعي يجي نقول بدهم ايا مقابل مئة هذا المميز هذا المميز بالنسبة لي ايضا بالنسبة لي ايضا صحيح هو مميز انه انت ما بتعطيهم الاشي انت تعطيهم اياه هم بيختاروهم انت يجي يشوف البدوية الالوان الدوية هل اطعال بتناسبه هو بياخدها او هي تاخدها اه عندك سؤال احكي انا كنت بدي احكي كمان على سؤال انه عم بيترمموا البيوت ممكن فيه ناس داعم لهذا الشيء ممكن مولوهم كمان بمواد الاكل والغذاء ايضا يعني كمان هذي اهل الخير كثار طبعا لكن عم بتشوفوا ناس عن جد حابة تدعم لانه حابة تدعم ولا انه شوفوني يا ناس اذكروا اسمي او احكوا للشخص انه انا اللي اتبرأت لا ابدا ابدا العكس عنا بذات بحملتنا انا مع عمرو شفنا هاد الاشيء كلهم بكونوا ناس حتى احنا مقطوعين اغلبنا ما بنعرفهم بعرفش مين الاسم ومجرد ما حكينا مثلا انه احنا بنحتاج غسالة لبيت مسطور او تلاجة واضحهم يعني مش مش ولا بود يعني نعم عالطول بتلاقي احد الخير كثار بحاولوا يوفروا مبالغ او الجهاز نفسه كتلاجة او غسالة عصبير المثال وابدا ابدا حتى ما بنعرف مين الاسم يعني انتو عم بتقدموا ابسط حقوق الناس يعني وهذا الشيء يعني واجب علينا كانسان لانه في يوم الايام ممكن انا احتاج ممكن انت تحتاج شيء فبتحبي ناس تساعدك عشان هيك قدم المساعدة للجميع يعني صحيح يعني جيدة خلينا نحكي عن موضوع كم عائلة تقريبا مستورة انتو عم بتساعدوها تقريبا من تسعمائة عيالة لألف عيالة بالعادة خلال السنة طب هالعائلات في فئة مستهدفة من الناس مثلا خلينا نحكي من اي فئة بتستهدفوا ما في فئة معينة احنا اي حدا يعني اقل حظا منا ومحتاج وحاس حاله في عنده مشاكل معينة واحتياجات معينة بدل جاء لنا بنوفر له احتياجاته يعني اكيد كمان بتشوفه من خلال تبروكم وايطاءكم للعائلات المسطورة اللازم بتشوف فيه اشخاص قادرين على العمل ولكن لم يأخذوا الفرصة بعد ممكن تساعدوهم بتوفير عمل معين ممكن ازاحتنا الفرصة وقدرنا طبعا ليش لا طبعا احنا عشان في ناس بتتاقلوا مرات انه انتم متأكدين من العائلات بتعطوهم وكذا طبعا احنا عنا كل فترة في لجنة تعمل زيارات العائلات خاصة الجديدة اللي تلجأ لنا متأكد من اوضاعهم نزورهم بالبيت نعملهم بالزيارات متأكد من اوضاعهم يعني هم فعليا محتاجين اوضاعهم صعبة طيب فيه كمان سؤال معلش محددة لمناطق معينة ولا ممكن تساعدوا في مناطق بعيدة عامكم او اشخاص بعاد عن المكان اللي انتم موجودين فيه احنا بالعادة اساسيا في محافظة رمالة والبيرة ومجاورها بس مرات لا ممكن يعني اذا حد احتاج من قرى ثانية بعيدة او مدن ثانية بصارتنا قبل ووفرنا لهم جيدا خلينا نحكي عن ثقافة التبرع والتطوع كمان داش بتحسي انه الناس يعني حلو كمان انه انت العيلة المسطورة دائما مش دائما بتكون بحاجة لأكل او بحاجة للملابس او بحاجة لخلينا نحكي اشي مادي بتحسي مرات انه ممكن هاي العائلات المسطورة بتكون بحاجة لأشياء تانية اللي هي معنوية نفسية عاطفية اكتر مما انها تكون مادية او اشي ملموس فكيف انتم كمان بتحاولوا انكم بمجموعة او بحاملة تفكر بغيرك انه كمان تفكروا فيهم مش من منطلق مادي او من منطلق احتياجات ملموسة يعني اقال ما فيها انك ترسمي بسمع على وجه طفن هي هاي بجوز اكبر هدية ممكن يعتبرها اول اشي منا بقدر احكي لكم هذا منشوف كتير من احتي لما يجوا يعني يتفضلوا عنا ياخدوا شو بيناسبهم من الاواعي احنا بكون نتعامل معهم طريقة كتير طبعا لطيفة وبنتسمهم ممكن اشوف واحدة اعبطها اساعدها غير هيك احنا بنعمل مثلا برمضان بنعمل حملات افطارات جماعية مثلا في سيدة في بيتها لحالها نجمع مثلا خمسة ستة منروح منجي بفطور منروح انتها منتفق معها منروح انتها عالبيت نفطر معها فهذا الاشي بطلع يعني هي بتنبسد ويكافي انت شعورك بالرضا انك انت عامل بتسادي وتبسدي حضا يعني هذا العامل النفس اللي بلعب دور اساسي ايضا في تقبل اني ممكن ااخد شيء انا محتاجه وبيكسر هذا الحاجز لانه طالما في حاجز بينك وبين الشخص اللي خير نحكي حظه اقل من حظنا فبكون في حسية يومين يكسر الحاجز هل بتوقع انه يكون اسهل الموضوع وتقبل الفكرة يعني اهدافكم المستقبلية ايش بتطمحوا توصلوا لابعد مدى ممكن طبعا احنا اهدافنا يعني طموحاتنا كتير عالية ان شاء الله نصير حملة مش بس رمو الله و البيري عن مستوى فلسطين ان شاء الله عن مستوى اكبر منها كمان اللي نقدر نوصل اي مكان واي حدا و بحتاج اي اشي نقدر نوصل و منساعد ان شاء الله خلينا نحكي كمان نرجع للتطوع حكينا عن التبرع نرجع للتطوع اداة بتشوفي انه ثقافة التطوع انه بالبلد بلشت عم بتزيد يوم عن يوم فعلا هي عم بتزيد الوعي فيها عم بيزيد اذا عم بتلاحظ في حملة تانية كتير اكتر وكمان تفكر بغيرك حملة عم تطلع صحيح شبابية سواء صغيرة اكبر من هيك وهذا الاشي كتير منيح لانه بيفيد المجتمع بيطور المجتمع وببني المجتمع نعم يعني كمان انت ذكرت خلال حديثك انه ممكن تقدموا ندوات ومبادرات توعوية ثقافية للناس ايضا ايش المبادرات اللي عملتوها ولقيتوا انه في الها صدى وممكن تقولوها كمان مرة بتزيد ثقافة المجتمع بشكل عام والاشخاص اللي انتو عم بتقولوهم احنا من ناحية مبادرات توعوية احنا بشكل عام اي حدا بيجي بيستفسر بيسأل اكتر اشي بمستغلينا السوشال ميديا صراحة لاني اكتر وسيلة انها توصل للناس عليها من المستغل انه انواعي اشي لازم يسير كيف لازم تتم الامور كيف الاواعي اللي بتم التبرع فيها المطوع نفسه بيجي يتطوع معنا كيف لازم يكون كيف لازم يتصرف منها اكتر اشي من خلال السوشال ميديا طيب في كمان يعني من الصعوبات الممكن يتواجهوها كاشخاص عم بتلموا تبرعات وعم تقدموها للمحتاجين انو ممكن الناس يتهمكم بالصريقة ممكن كيف ترد عليهم تشكك بالمصداقية نعم عشان هيك احنا مبدئيا بالعادة عتم اذا تلاحظ يام ناخد سلات غذائية اواعي مام ناخد فلوس مام نقبل فلوس عشان ما في عنا اصلا اشي لا ايصالات ولا ايشي بالعادة لو سمح تروح اشتري فيهم اواعي او سلات غذائية او احرامات تتوية او شو بتشوف مناسب وجبرنا يهم احنا متطرر فيهم هك بصفي الموضوع كتير اسهل ويجوا يتأكدوا وردو هذول الناس اللي بشككوا فينا مرة اهلا وسهلا فهيك انتو بتزيدوا ثقتكم بين معكم وبين الناس اللي عم تتبرع حتى بين الناس اللي عم بتطلقى هاي التبرعات اش اجمل الردود اللي كانت كنتوا تطلقوها لما بتتبرع لعائلة معينة اش اجمل الردود اجمل الردود يدعاوي لربنا لما يدعو لك ان شاء الله تلبسي من حير الجنة ان شاء الله الله بيرضع عليك وربنا بظلهم يدعو 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 بطريقة اشعر بدنك من اجمل هدايا ممكن توصل للانسان شو بتحب تضيفي بالختام جيدا بالختام بحب دايما المجتمع تانا يضل مستمر بالتبرع والتطوع ويبنوا افكار جديدة ومجموعات تطوعية شبابية بهذه الطريقة لان كله بالاخر هذا بهدف مستقبلنا كبلد وكدولة هذا عام المهم انه يحد كمان من الفقر يعني عام المساعد انه نكون طبقة واحدة ما نكون متفرقين نقدم الشيء اللي نحن نقدره كم نقدر يعني تواصل الناس معكم سيكون على الفيسبوك ممكن على حمل فكر بغيرك على الفيسبوك بالضبط وفي ارقام تريفونات في حل تحتاج اي اشترك لأي حدا ممكن بيقدر يساعد اكيد ما يقصر احنا شاكري لوجودك جيدة فقهاء جيدة جيدة فقهاء عفوا شكرا 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 ياتكم العافية مشاهدينا احكي ليه لو لازم انت تختم نتقاتل على هو اختني اختم طيب مشاهدينا نحيك نكون وصلنا لنهاية هذه الفقرة ننتقل لفاصل وبعدها رح اكون مع فقرة لؤك ان يبقوا معنا اشتركوا في القناة